موسيقى السلام عليكم مشاهدين الأكارم أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من الساعة الحرة والتي سنتناول فيها المواضيع المحلية العربية الإقليمية والدولية ويسرنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة دكتور سمير أبو صالح وحضرتك أعلامي سوري متخصص بالشؤون الإسرائيلية أهلا ومرحبا بكم أهلا بك نصال خير دكتور سنبدأ مباشرة من الحدث الذي يأخذ ويتصدر الشاشات العربية والدولية وهو ما يحدث في تركيا الآن يعني على حين غر تفاجأ على ما يبدو أردوغان وحكومته وحزبه بهذا الحدث الكبير قيل بأن الحكومة التركية تراجعت عن بناء المجمع الذي كانت ستبنيه في ساحة تقسيم أن تلغي ساحة تقسيم وتبني بدلا منه مجمع هذا المجمع هو مشروع مركز سوق وملاهي تسوق وملاهي وملكية هذا المشروع يعني للمصادفة تعود إلى يعني مستثمرين قطريين وأفراد من عائلة أردوغان يعني تراجع عن بناء هذا المشروع ولكن الشعب ما زال يتظاهر في الشوارع ليست فقط في إسطنبول وإنما في الكثير من المحافظات والمناطق التركية وبأعداد يعني بكل تأكيد لم تفاجئ أردوغان فقط بل فاجأت الكثيرين ومن ضمنهم ربما نحن تفاجأنا بما يحدث يعني السؤال الذي يطرح نفسه هل القصة هي قصة تجمع تجاري أم هي قصة حكم ديكتاتوري تجمع تجاري اقتصادي أردوغاني يحصره بدكتاتوريته الواقع ونحن نترحم على أرواح شهدائنا من شهداء الجيش العربي السوري والشعب السوري الأبي نحيي أيضا أبطال قواتنا المسلحة وهم يسطرون آيات جديدة من النصر والفخار لهذا الوطن والمواطني هذا الوطن لأن تقل إلى السؤال وبداية من حيث انتهيت في تساؤلك الدقيق جدا وهو هل الموضوع هو فقط موضوع ساحة وسوق تجاري ومنشآت سياحية أم أن الواقع للموضوع أبعاد أخرى منها ما هو مزمن ومنها ما هو مستجد الحقيقة إذا ما حاولنا معرفة الأسباب من صح التعبير ونتوقع ما سيأتي من هذه الأسباب لابد لنا من أن نقرأ التاريخ ولو قليلا إلى الوراء لكي نستقرأ الحدث القادم في العودة إلى التاريخ القريب جدا أي أقله منذ أن استلم أردوغان وحزب العدالة مقاليد الحكم في تركيا يتضح لنا من خلال هذه المراجعة السريعة أن هذه الولادة لهذا الحزب كانت ولادة قيصرية وكذلك هي ولادة غير شرعية لسببين؟ طبعا أثنين أولا أن الحزب هذا حزب العدالة والفضيلة هو أتى على أنقاض أحزاب كانت موجودة سابقا وهو خرج من رحمها لذلك أنا قلت يا ولادة قيصرية لم تكتمل حتى التسعة أشهر على هذه الولادة كي يكون المولود على الأقل في أفضل وضع لديه هل هو في الألفين وواحد؟ نعم هو في الألفين وواحد ثم أن من ترأس واستلم دفة هذا الحكم بعد الانقلاب من صحة التعبير الذي ساهمت فيه السلطة السابقة لكي يأتي أردوغان أيضا هذا الوليد كان وليدا مشوه بمعنى هو حاول منذ البدايات أن يرفع لواء الإسلام بمعنى أنه يريد أسلم في الدولة وأي إسلام هذا؟ طب أنت تريد أسلم في الدولة الدولة التركية هي دولة مسلمة في الأساس ولكن ما أثار حفيظة أردوغان وكل هذا الحزب أقله في قياداته الحديثة أن هذه العلمانية التي أتى بها كمالة تتورك منذ عام 1923 لم ترك لهؤلاء المتسلقين على السلطة فما كان من أردوغان إلا وانتهز الفرصة المناسبة لكي ينقض على ما تبقى من الحزب إياه الذي قصدته أنا عندما كان الرئيس السابق لهذا الحزب وتسلمه فيما بعد كما قلنا أردوغان والرئيس الحالي ومن ثم تقاسمه السلطة طيب أردوغان رفع لواء الأسلمة إن صح التبير ولكنه في نفس الوقت هو لم يستمر في الدولة المسلمة بمعنى أنه أراد وجود نظام إسلامي ديكتاتوري مبنيا على الأصولية الإسلامية وليس على العلمانية في الإسلام ولم يبقي من ذلك إلا صورة الزعيم المؤسس أتاتورك في مكتبي كخلفية ديكور يستخدمها للواقع غش الشعب صح التعبير ولأغراض إعلامية أخرى هذا الاستعراض السريع مر بمراحل مختلفة والظروف والأحداث حبلت في إمكانيات التغيير بمعنى العلماني أراد أن يغير لأن في ذلك مصطحة لصالحي المسلم المعتدل وهم كثر في تركيا وهم أغلبية الشعب التركي لا يريدون التطرف هم لا يريدون استخدام الإسلام كورقة لتحقيق الغيات ولكن الإدارة الأمريكية ومن ثم الإدارة الأطلسية ككل والإسرائيلية حاولت كما تحاول الآن في النظمة العربية أن تأتي بعوتات المتطرفين بمعنى هي لا تقبل حتى في الوسطية من هو الأضعف في هذه الحلقة التركية المتكاملة هم الزعماء الجدد الذين يبحثون فعلا عن من يساندهم أو على الأقل من يساهل لهم المهمة فتم الإملاء على أردوغان من بابه العريض أولا يجب أن تكون تركيا في عصرك تركيا المسلمة المتشددة ولذلك لاحظنا كيفية التواصل مع الإسلام المتشدد ولسيما مع الوهابية في السعودية على حساب التيارات الإسلامية المعتدلة والصحوية إن صح التعبير في الأنظمة القريبة بشكل أو بآخر حتى من تركيا وبداخل تركيا انقلب أردوغان أولا على قيم حزبه الأول ثم انقلب على قيم الشعب التركي كاملا ثم انقلب على مؤسس الدولة التركية على مصطفى كمال التورك والعلمنة وما يعني آلت إليه الظروف بأنه وجد نفسه عاريا على عكس ما حاولت وما زالت تحاول وسائل الإعلام المختلفة من إظهار تركيا وكأنها قد ارتدت أو لبست وجها جديدا تقدميا في الإسلام هذا طبعا الاستعراض السريع كل هذه الأحداث كان لابد من تضافر المصالح وتقاطع المصالح أيضا بمعنى الأحزاب التي خسرت الانتخابات السابقة وهي لم تقسر من صح التعبير لماذا؟ لأن نسبة 48% إلى 52% من أي انتخابات هذه لا تعتبر بالانتصار الساحق بالطرف الآخر الذي انتصر علما أن الأرقام الحقيقية التي صدرت عن صناديق الاقتراع وعن الليجان المتخصصة في جمع صناديق الاقتراع ومن ثم حساب النسب قالت أن حزب أردوغان فاز بنسبة 51% مشروطة كلمة مشروطة أي أن هناك الكثير من الأصوات دخلت صناديق الاقتراع وليس من حق العدالة والتنمية أن تكون هذه الأصوات لصالحي عندما تكون دولة مبنية على توازنين إلى حد ما أو على معطيين فيهم التوازن 48% إلى 52% أو 49% إلى 51% هذا لا يعني أنه فاز بشكل مطلق في النسبة الأكبر من عدد الأصوات وهذا للأسف الشديد وسائل الإعلام التركية ومن لفّل فيها في الوسط العربي وكذلك في الوسط الدولي حاولوا إظهار أردوغان وكأنه هو الزعيم الذي أتى على حصان أبيض كي يقول الشعب التركي هأنا عدت من جديد أنا هو أتى الترك العلماني الديني إلى آخر إذن هو جمع كل أطراف المجدي من كل أطرافه ليجد نفسه عاريا حيث لا مجد له نعم وتحديدا في الوسائل الإعلامية يعني هناك دراسة تؤكد بأنه أكثر من 1200 وسيلة إعلامية صحيفة قد أغلقت من تاريخ بدء حزب العدالة والتنمية بتقلض مقاليد الحكم بالإضافة إلى أنه أكثر من 150 صحفي دكوا في السجون وما زالوا وما زالوا إلى الآن بالإضافة إلى بعض التغييرات الجذرية التي قام بها بحق الجيش التركي وإقال الضباط بحجة أنهم يعني الضباط كانوا سينقلبون عليه أو ما شابه يعني كل هذه الأمور الحصار الإعلامي المطبق عليه لم يستطع أن يعني يؤخر حقن الناس المتواجدين أو الشعب التركي الذي يعني ما نراه اليوم بأفواج كبيرة من هذا الشعب تنزل إلى الشوارع لتسقط حكم أردوغان يعني ما الذي يمكن أن يفعله أكثر مما فعل من أجل بقائه في الدولة تماما سيدتي كما تفضلت أن تركيا اليوم مصنفة على رأس قائمة كبيرة من الدول التي تقمع الحريات وتقمع العمل الإعلامي 150 وربما يزيد هذا الرقم قليلا من الصحفيين الأتراك وغير الأتراك الموجودين في السجون التركية إضافة إلى ما شابه هذا العدد من الأتراك هاجروا خارج التركية أو أبعدوا خارج الحدود التركية لذلك صنفت واستحقت وبنتها التركية الحالية أن تكون الدولة الأولى في العالم التي تقمع الحريات علما أن وسائل الإعلام الموجودة أو التي تعمل على الأرض التركية أكثر بكثير من وسائل الإعلام الوطنية التركية إذا ما طبعا تركنا الإعلام العربي الموالي جانبا لنصل إلى الاستنتاج البسيط التالي لماذا كل هذه الوسائل تروج لهذا الشخص؟ بمعنى هل يستحق أو هل تستحق هذا الإرث الذي يريد أن يورثه للأتراك أو هذه الرسالة التي يريد أن يفرضها على الأتراك هل يستحق كل هذا الكم الهائل من وسائل الإعلام؟ الحقيقة لا وسائل الإعلام كان دورها بشكل مفصل وواضح تماما هي مساعدة هذا النظام الأردوغاني على الإقلاع وتهيئة المناخ المناسب له إعلاميا كي يسود ويصبح حالة أردوغانية لاحظي سيدتي أن حتى بعض الوسائل الإعلام العربية وربما نحن منها أيضا نقول النهج الأردوغاني هو نعم يريد أن يؤسس إلى نهج الأردوغاني بعد أن ابتعد عن ما قلته في المقدمة عن الإسلام العلماني والإسلام الوسطي لكي يقول نحن كأتراك نحن لنا تاريخنا السلجوقي ثم العثماني ثم الأردوغاني إذن بمعنى هو يريد أن يترك وراءه إرثا كما ترك مصطفى كمال أتاتورك الأتاتوركية ولذلك أطلق عليه مصطلح العثمانيون الجدد تماما ولاحظي التشابه ما بين العثمانيين الجدد والصهايين الجدد وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية هؤلاء اللي دائما جدد جدد الديمقراطيون إلى ما هناك أيضا سؤال يطرح نفسه هل ما يحدث الآن في تركيا إن صح التعبير هو بداية لتدحرج كرة السلج التي ربما ستساهم في المتغيرات الأقليمية اليوم هل ما يحدث الآن في تركيا نستطيع نحن كسوريين أن نعول عليه بأنه ربما يخفف الضغط عن الجهة الشمالية لسوريا والتي تحتوي على الكثير من الدعم للجماعات الإرهابية المسلحة التي تدخل من وإلى تركيا نعم أعتقد أن مؤثرات التغيير في تركيا بقدر ما هي تركيا داخلية هي أيضا إقليمية وهي كذلك دولية وهي أيضا إخلاصية هي تركيا من حيث أن ما شرحناها سابقا أن أردوغان يريد أن يترك بصمة خاصة به تسمى البصمة الأردوغانية وهذا ما أدى إلى وجود شروخات مختلفة في المجتمع التركي أما إقليميا وهو الأهم في الواقع بعد أن هذا الوغول وهذا التوجل التركي الشرس في سوريا بمعنى ضد توجه الشعب السوري وضد القيادة السورية وحيث تواصل أردوغان هذا مع زعماء المخطط الدولي الاستعماري العالمي صاحب العبير ضد سوريا ووجد لنفسه يعني موطي القدم لا بل في مقدمات هؤلاء الذين يتأمرون على سوريا وجد نفسه أو شعر بنفسه أنها قد حانت الفرصة المناسبة لعودة بالعثمانية وبالاستعمار التركي إلى حيث كان هذا الاستعمار ولكنه لمفاجأته الكبرى وجد أن في سوريا دولة وشعب وقيادة لا يمكن أن تسمح له بذلك والآن في الحراك التركي الداخلي هو تعبير أيضا عن رفض الأتراك للسياسة الأردوغانية بهذا الشهر إذن في الإقليم وجد نفسه أيضا عاريا بعد أن كان قد رفع كما نذكر جميعا شعار تصفير المشاكل مع المحيط طيب طالما مع سوريا هذا هو ديدانون مع إيران طبعا المشاكل على أكبر مع روسيا البعيدة نسبيا ومع العراق مع قبرص مع اليونان من الطرف الآخر ولم يكتفي في تآوره على هذه الكينات وهذه الدول التي نتحدث عنها بل مدى إن صح التعبير عقصه وهي كلمة تقال للعقرب مدها إلى الثورة الفلسطينية وإلى الشعب الفلسطيني عندما تبنى أو يحاول أن يفرض مفهوما أنه يتبنى القضية الفلسطينية وأنه يتبنى قطاع غزة وأنه تبنى قضية مرمرة ومعروف في هذه القصة هذه المسرحية للأسف الشديد إذن هو أيضا يلتف على من؟ على قضية العرب الأولى يلتف على البوصلة الأولى للأمة العربية والأمة الإسلامية وهي قضية فلسطين هو تمكن من إبعاد بعض الفصائل الفلسطينية المقاومة فعلا وأخذها أو حرفها إلى زواريب أخرى ليبعدها وليحيدها أصلا عن مسار الصراع الحقيقي في هذه المنطقة وأنا أقصد هنا طبعا حركة حماس وبعض الحركات الأخرى كان ذلك بفعل من أردوغان إضافة إلى شركائه في نفس المخطط المشروع في قطر والسعودية وبعض الدول العربية يعني في الحقيقة ما كان يظهر لنا خلال السنوات السابقة الماضية بأن أردوغان استطاع أن يدخل تركيا في كعاشر دولة اقتصاديا علما أن هذا الأمر تبين لاحقا أن وسائل أعلامه هي التي كانت تضخم هذا الموضوع ولكن على ما يبدو أن الواقع غير ذلك بدليل يعني أن القضية في تركيا الآن ليست قصة رمانة إنما لقلوب مليانة مثل ما بيقول المثل إذن يعني كل هذه الغشاوة داخليا عربيا دوليا أقليميا حتى أصبحت مكشوفة هل نستطيع أن نقول بأن الاتحاد الأوروبي كان كاشفا لسياسة أردوغان منذ البداية بدليل أنه دعا سوريا في نهاية المطاف إلى الدخول في الشراكة الأوروبية في الوقت الذي تركيا إلى هذه اللحظة وهو يعني يقبل الأياد من أجل أن يدخلوا في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي يرفض ذلك أشكرك تماما لطرقي باب هذا الملف الاقتصادي السياسي وهو هام جدا في تكوين الشخصية الأردوغانية هلأ من المعروف عالميا وحتى في إحصائيات الاقتصادية أن كما تفضلت أن الاقتصاد التركي انتقل نقلة نوعية خلال العشر سنوات الماضية وأخذ موقعا جديدا في مصاف الدول المتقدمة أو المتطورة حتى صناعيا أو تجاريا أو لأخير بمعنى المعنى الاقتصادي بشكله العام كإنتاج وطني وكأيضا تصدير من هذا الإنتاج الوطني ولكن الحقيقة تشير إلى ما هو عكس ذلك تماما الاستثمارات التي ركب على حصانها أردوغان هي استثمارات بمعظمها يهودية أمريكية ويهودية أوروبية ويهودية إسرائيلية ودليل على ذلك أخذه أو يمكن أن أثبته في الصحافة الإسرائيلية كتبت دعوت أحرانوت حول هذا الموضوع حول سهل الأناظول وعلى فكرة سهل الأناظول هو جزء لا يتجاز من السورة الطبيعية يعني هي معلومة سهل الأناظول هذا بيع بمعظمه إلى مستثمرين يهود سواء كانوا أوروبيين أم أمريكيين أم إسرائيليين ثم معظم المشاريع الاقتصادية الكبيرة التي افتخر بها النظام الحالي في تركيا هي مشاريع تحت إطار أو في إطار العولمة بمعنى صحيح هي من الناحية ما في مشكلة بهذا الموضوع ولكن الأموال تأتي في إطار العولمة ونسب الإنتاج والربح تأتي في إطار العولمة بمعنى آخر هذا المستثمر اليهودي الأمريكي أو هذا المستثمر اليهودي الإسرائيلي أو اليهودي الأوروبي هو يعمل في تركيا ناتج هذا العمل من الناحية الدعائية للاقتصاد التركي نعم موفرة له ولكن الحقيقة أن هذا الإنتاج ليس للشعب التركي والدليل على ذلك أن نسب الفقر في تركيا خلال هذه السنوات هي في تصاعد لو أن الأمر عكس ذلك كان يجب أن يكون العكس ثم سمحت إسرائيل لبعض الشركات التركية في الاستثمار بالمجهود الحرب الإسرائيلي هذه معلومة ما معنى المجهود الحرب الإسرائيلي ليس بالضرورة أن يأتي الجند التركي ويقف إلى جانب الجند الإسرائيلي اللي يقاتل العربي والفلسطيني بشكل خاص لبل في إطار الصناعات الحربية شركة تديران الإسرائيلية وهي شركة مخصصة في الألكترونيات العسكرية لها لتركيا أسهم في هذه الشركة وهنا يعني كمان معلومة ذكرت هارتس أن تجديد تعمير الطائرات التركية من فراس فانتوم وف 15 وف 16 يأتي يكون في إسرائيل بموجب عقد مبرم بين الطرفين وستدخل من جديد بعض الآلات الألكترونية المشتركة ذات الصفة المشتركة مما بين الدولتين في هذه السلوب التعمير الطائرات الحريفة إذن هذا الاقتصاد الذي قيل عنه أنه حقق يعني لسب عالية الواقع هو اقتصاد عالمي عولمي وليس اقتصاد تركي يعود الفضل فيه لأردوغان الآن للسوق الأوروبية المشتركة لماذا السوق الأوروبي المشتركة حتى الآن ترفض دخول تركيا بين دول السوق هناك من يقول أن العنصرية الأوروبية ترفض ذلك سيما وأن الدولة التركية هي دولة مسلمة قد يكون هذا بوعد حقيقي وأنا لا أستبعد أبداً بل هناك دراسات إذن لماذا دعت سوريا إلى دخولة الشراكة الأوروبية وسوريا رفضت مع أن سوريا دولة علمانية ومسلمة تماماً هنا ما أريد أن أعقب عليه أيضاً إذن أنا هنا طالما أن الموضوع بهذا الشكل أنه عن سورية الأوروبيين ضد الإسلام لما كانوا سامحوا أو حاولوا سامح لقول لسوريا ولكن جر سوريا للمحفل الأوروبي كان له ثمناً باهظاً فيما لو تم ولكن وعي القيادة السورية وانكشاف المخطط للقيادة السورية ذات النفس الطويل جداً أفشل هذا المشروع الأوروبي ولم يخسر السوريين أي شيء بدأت سوريا في استعداد حقيقي لهذه المشاركة وكثيراً ما جرى الحديث هذا الموضوع ولكن بحذر شديد أما بالنسبة للأتراك مدت الدول الأوروبية لتركيا إن صح التعبير بساطين البساطة الأول كي تمشي عليه تركيا باتجاه الأوروبيين أن تنفذ المشاريع الأطلسية العسكرية في المحيط في الإقليم إذن العسكرية الأطلسية ثانياً أن تكون السند الأول لإسرائيل في مخططاتها في المنطقة هذا ما يفسرنا دخول الطائرات الإسرائيلية لقصف ما سابق في سوريا عن طريق الممر التركي نعم في در الزور ما قالوا أنه مفاعل نووي ثم موضوع المياه وإقامة السرود على النهر الشريان السوري صح التعبير أيضاً هو مشروع إسرائيلي أمريكي تركي مشترك إذن كان الثمن لتركي الثمن الذي على التركية أن تدفعه كي تدخل النادي الأوروبي أيضاً طبعاً قضية الأرمن وإلوما هنالك معروفة بهذا الموضوع ولكن الأتراك أو التركي بشكل عام التركي الدولة لم تستطع الإيفاء أو الوفاء صح التعبير في كل ما طلب منها ولذلك شاهدنا ولاحظنا كثرة الإنقلابات وكثرة التغييرات في المسار السياسي التركي إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه الآن إلى عصر أردوغان الذي أثبت أيضاً أنه الأفشل في كل المسارات السابقة سيما وأنه بدأ صدامه مع من؟ مع القوة العسكرية الضاربة في تركيا الجيش التركي معروف عنه هو جيش حديث بشكل أو بآخر ولديه الصناعات العسكرية ولكن الجيش التركي أيضاً هناك بين صفوفه من الضباط وصف الضباط وعناصر حتى بعيدون عن المصطلح الاستعماري للجيش الانكشاري الذي يحاول الآن أردوغان إفاقته من جديد هذا الصدام أيضاً مع الجيش كان لابد لأردوغان من أن يجد نفسه مصادماً أيضاً للأتراك كجيش ومن هنا نقف على حقيقة لماذا قام أردوغان بالقبض على عدد كبير من الضباط الأوائل في تركيا بضمنهم رئيس تركان السابق وزجهم في السجول ومن ثم محاولته إلصاق تهمة الخيانة العظمى على هؤلاء وإذن هذا قضية تصفير المشاكل أيضاً لم يستطع تصفيرها على الأقل مع ابن البيت الواحد يعني على ما يبدو بأنه الآن أردوغان محرش جداً هو وحكومته وحزبه فيما يحدث في تركيا ليس على الصعيد الداخلي إنما على الصعيد الدولي أيضاً على أية حال هناك محاور أخرى سنتحدث بها لكن بعد أن نتوقف مع فاصل قصير دكتور سمى ثم نعود لمتابعة هذا الحوار مشاهدينا الأكارم بعد الفاصل سنعود ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر أخبار الدنيا الدقيقة دقيقة وحدة بدقيقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن استعداد بلاده لإرسال قوات روسية لتحل محل عناصر الكتيبة النمساوية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة لمراقبة فصل القوات في الجولان الإندوف بحال طلبت الأمم المتحدة ذلك وسلطات الاحتلال تفتعل حريقاً كبيراً في الجولان المحتل على مشارف قرية الحرية في القنيطرة وإعادة الأمن والاستقرار لقريتي المسعودية والصالحية بريف القصير الشمالي والقضاء على إرهابيين في حلب وريف دمشق بينهم متزعم ما سمي لواء التوحيد والجيش اللبناني يعيد فتح الطريق الرئيسية في مدينة طرابلس بعد اشتباكات ليلية عنيفة ومقتل سبعة من رجال الشرطة العراقيين في هجوم إرهابي بسيارة مفخخة شمالية بغداد وعشرات ألاف الأتراك يواصلون احتجاجاتهم في ساحة تقسيم باستنبول وفي العاصمة أنقرة لليوم الثامن على التوالي مطالبين باستقالة رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان ومقتل 53 مسلحا من حركة طالبان في عمليات مشتركة للقوات الأفغانية وقوات الأطلس في أفغانستان والسلطات النيجيرية تعلن نجاح حملتها ضد جماعة بوكو حرام المسلحة شمال شرقي البلاد أخبار الدنيا الدقيقة دقيقة وحدة بدقيقة ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم مجددا المشاهدين الأكارم أيضا من جديد اسمحوا لي أن نرحب بضيف ما في هذه الحلقة دكتور سمير أبو صالح الإعلامي السوري المتخصص بالشؤون الإسرائيلية مرحبا بك مجددا ولو أنه يعني الإعلامي المتخصص بالشؤون الإسرائيلية عليها أن يكون عربي لم نقل يعني يعني إسلامي بشكل عام على اعتبار بأنه يفترض أن تكون القضية المسلمين الأساسية هي فلسطين يعني كما يعول دائما على أنه البوصلة الحقيقية هي فلسطين وبالتالي طرد هذا الكيان الغاسب من يعني أولى القبلتين وثالث الحرمين إن صح التعذير سنتحدث الآن عن يعني ما تم الترويج له بشكل كبير عن صواريخ S300 ومقيل بأنه هذه الصواريخ أتت لم تأتي يعني تعددت الأمور ولكن المتفق عليه بأنها إما أتت وإما ستأتي ولم تلغى هذه الصفقة على أي حال ولكن يعني صفقة S300 الروسية تذكرني يعني هذه الصفقة إلى سوريا تذكرني بالمناظر التي نشاهدها كنا في السينما قبل بدء عرض أي فيلم يعني كان دائما هناك عنوين براقة يقولون قريبا قريبا جدا العرض القادم يعني مجرد مقاطع للإثارة دون معرفة المحتوى الحقيقي لهذه الصفقة بشكل عام أو لهذا الفيلم إن كنا نتحدث عن المثال في النهاية يعني تأتي استراحة هذا الفيلم لننسى ما عرض وبالتالي يعني نتوقع ربما تفاهت هذا الفيلم يعني هل S300 هي فعلا قادرة على خلق توازن حقيقي توازن رعب مع الكيان الغاصب الإسرائيلي أم أنه هي يعني جزء صغير من هذه الحرب التي على التوازن أن يكون كبير فيها ولا يعتمد فقط على السلاح وأنواع السلاح ما رأيك السيد وفاء يعني كما تعلمين أنا لست يعني خبيرا في مجال التصليع العسكري أو في السلاح أو العسكر بشكل عام وأنا أعرف أنك تعرفين ذلك ولكن سؤالك يطرح الواقع الكثير من الهموم يشعر فيها المواطن السوري يرددها يريد أجوبة عليها طبعا هذا يعني تعكسين بصدق وبوضوح حقيقة يعني هذا النبض السوري في هذا الموضوع من المعروف تماما أن السورية منذ عام 1947 وحتى تاريخي تتعرض لعدوان المستمر لم يتوقف على الأقل من قبل الكيان الإسرائيلي ومن المعروف أيضا أن الدول التي ساندت الحق العربي ساندت الحق العربي في تحرير فلسطين أو على الأقل تمكينها من الصمود لم تكن في المستوى المطلوب من ناحية الاستجابة للمطالب السورية العسكرية كي أقله كي يكون السلاح الذي بحوزتها يعني يقابل السلاح الآخر من حيث الإمكانيات والتقنيات وإلى ما هنالك ولذلك كانت الحروب التي خاضها جيش السوري وجوش العربية ضد إسرائيل طيلة هذه الفترة كانت يعني كلتا دفتين مختلتين كثيرا من ناحية التوازن أما وقد برزت سوريا الآن من جديد أنها محور من هام جدا من محاور المقاومة ليس على مستوى الإقليم فحق فحسب بل على مستوى العالم لأن الأزمة السورية أعادت للعالم نظرية القطبية وهو النظرية التي استفاد منها العالم خلال ما يزيل عن سبعين عاما بعد الحرب العالمية وبالتالي هذه القطبية شيء مهم جدا يعود الفضل فيها إلى سوريا في إطار هذه القطبية كان لابد من تدعيم مقدرات الجيش السوري الدولة السورية ليس خدمة للقطب الذي نشأ صحة تعبير بل هي خدمة أولا للمواطن السوري الذي تتحدثين باسمه وتسألين باسمه أيضا ثانيا للدولة السورية والكيان السوري ككل بمقابل الهجمة الإمتريرية التي نتعرض لها منذ ما يزيد عن السبعين أو الثمانين عاما ليس أقله منذ السبع واربين حتى تاريخيا وبالتالي صواريخ الأس 300 قيل عنها الكثير وربما سيقال عنها أكثر ولكن من المعروف يعني أو من البديهي أنه نوع جديد من السلاح تزول به الجيش العربي السوري أو في طريق التزول به يستطيع من خلاله أو بواسطته الشعب السوري وجيش السوري أن يدافع عن أرضه أن يدافع عن كرامته عن سيادته على أرضه بالمقابل الطرف الآخر أي الطرف المعتدية طرف الإسرائيلي لديه وبحوزته أضخم وأطور وأفضل وأكبر وما شيء من صفات التضيط من السلاح الأمريكي والأطلسي والسؤال لماذا لا يحق للشعب السوري أن يتزول به مثل هذه الأسلحة المتطورة هذا حق فبيعي لهذا الشعب ولهذه الدولة ولكن معروف دولياً يعني شعوب العالم الثالث لا يحق لها يعني ما يحق ل هذا الكلام الصحيح ولكن أعتقد أن مبدأ يعني أو تصنيف هذا تصنيف الدول العالم الثالث كان إلى حد قريب صحيح هو ما زال صحيح في مجالات معينة لكن في المجال السيادي لا أعتقد أنه بقي ذو شائم وذليلي على ذلك أن السورية قياساً بالولايات المتحدة الأمريكية وربما قياساً بدول أوروبية كثيرة يعني هي أقل من أن تستطيع أن تتحدى عسكرياً ولكن في إطار تأكيد سيادتها نعم هي الأولى هي دولة عظمى في تأكيد السيادة ومن هنا لا يمكن أن نصنفها بأنها دولة تنتمي إلى محور عالم الثالثة وعالم الرابع وعالم إلى آخره من هنا أقول أن أعطاء من قبل الروس طبعاً أصدقاء الروس هذا السلاح تمكين جيش العربي السوري من حيازة هذا السلاح هي خطوة على طريق تقوية أو تدعيم القدرات الدفاعية السورية التي طبعاً انتظرها المواطن السوري كثيراً وهو الآن كما تفضلتي في حالة تساؤل وذهول إلى حد ما أنه هل نحن فعلاً بتنا نملك تلك القوة التي نستطيع أن نحقق سيادتنا التي لا يمكن أو توازن يعني رد على الأفضل توازن الرابع توازن الرعب توازن الصلح توازن السلم أيضاً كل هذا التوازن يعتمد على قوة الطرف الآخر يعني بمعنى النواية الطيبة غير كافية النواية الطيبة إضافة للعمل الحثيث وكذلك المقدرات الجيدة كل هذه العوامل بحث عنها المواطن السوري فوجدها الآن بعد هذه الأزمة الخارقة التي مرت بها جميعاً على أي حال يعني فوجئ الغربيون والأمريكيون ويعني دول الخليج العربي وحتى إسرائيل فوجئت بهذا الإصرار الروسي ويعني بردة الفعل الروسية خلال هذه الأزمة التي مررنا بها سنتين ونيف فوجئوا بوقوف روسيا إلى جانب سوريا بهذه القوة يعني هل أحد حساباتهم كانت أن يعولوا على إغراءات معينة لروسيا وبالتالي كانت روسيا يوماً ما ستوقف هذا الدعم الكبير ويعني آخر الأمور التي قامت بها روسيا ليس فقط إصرارة على تمرير السلاح لسوريا وفق الاتفاقيات التي بينهما إنما يعني أحبطت محاولة إدانة سوريا في واحد حزيران في مجلس الأمن الدولي بإدانة سوريا بأن حزب الله يساعدها في الخناق على المدنيين كما يقولون في القصير وبالتالي يعني أيضاً مجلس تعاون خليجي يطالب اليوم بأن يوضع حزب الله على قائمة أو على لائحة الإرهاب يعني هل يريد أن يوازي حزب الله بجبهة النصرة؟ يعني ما من شك أن الإمبريرية العالمية التي تزعمتها وما زالت على الولايات المتحدة الأمريكية دائماً حرصت على فرض على الطرف الآخر وليكن من يكن هذا الآخر بمعنى هو في المقلب الآخر هو في مقلب الأعداء نعم بالنسبة للولايات المتحدة حاولت دائماً شرائه سواء كان بالأموال أو بالانتيازات أو بالدسائس يعني بمعنى قيام ببعض الدسائس ضده وهذا ما كان في عصر الاتحاد السوفيتي السابق ومازال مستمراً ولكن في عهد الدولة الروسية الوطنية في عهد بوتين وما قبل بوتين وما سيأتي بعد بوتين وجدت روسيا نفسها بأنها تحمل إرثاً كبيراً تركها لها الاتحاد السوفيتي السابق وهذا الإرث الكبير يحتم عليه مسؤوليات كبيرة للشعوب الأخرى سواء كانت صديقة أم غير صديقة بالنسبة للغرب أثبت بوتين وقيادة بوتين وقيادة الدولة الروسية صح التعبير بأننا لن نتنازل عن سيادتنا التقليدية التي دفع ثمنها ما يزيد عن العشرين مليون شهيد في الاتحاد السوفيتي إذن لكي يحقق الانتصار الذي حققه باسمه وباسم الحلفاء في الحرب العالمية الثانية ثانياً بعد مرور كل هذه الفترة الروسيا الاتحادية هي دولة حضارية ليست حضارية من ناحية القيصرية فقط بل أيضاً من ناحية الصناعة والتشارة والزراعة والمكتشفات العلمية وإلى ما هنالك لن تسلم بمثل هذه البساطة إلى الرأس المال وإلى الإمبريالية بشكل أو بآخر أقصدنا رأس المال الاستعماري وبالتالي رادت روسيا أن تقول لنا على هذه الكرة ما يجب أن نفتخر به وهذا الفخر إن صح التعبير هو فخر علمي هو فخر تاريخي وفخر سياسي هو فخر للقادم وكما هو فخر للماضي بمعنى أننا نحن هنا نحافظ على مصالحنا ونحافظ على مصالح الدول والشعوب التي ترى في نهجنا هو النهج الأفضل والأسلم والأقوم للوصول بالإنسانية وليس بالاستعمار ليس بالاحتكارات إلى مصاف جديدة وإلى أفاق جديدة ثم بالجيوسياسيا الروسيا الآن تعتقد وهي على الحق في اعتقادي هذا أن شرقية المتوسط باتت هي الجبهة الأولى للاتحاد السوفيتي السابق ولروسيا الاتحادية حاليا وبالتالي تواجد روسيا تواجد روسيا قوية في الحوض الشرقي للمتوسط هو أيضا للدفاع عن مصالح روسيا الاتحادية وعن الشعوب التي ما بين هذا الشرق المتوسط وما بين روسيا في الظهر الآخر كان يقال بأن روسيا تبحث عن المياه الدافئة وتعتبر وجودها في المياه الدافئة والتي هي البحر المتوسط أنه هي بالنتيجة عامل أمان واستقرار بالنسبة لروسيا من كافة النواحي وأهمها الاقتصادية صحيح تماما لكن هذا الموضوع المياه الدافئة نعم كان موضوع الخطوط البحرية والنقل وإلى آخر كان هو الذي يدعم فكرة المياه الدافئة الآن ما هو أخطر بكثير من قضية المياه الدافئة الكيان والسيادة الآن إذا ما أطبقت الامفريارية العالمية من خلال أقماعها في المنطقة في الخليج العربي والسعودية وتركيا أيضا على كل هذا الشرق المتوسط لا يبقى لروسيا حتى منفذ هواء صح التعبير إلا من خلال الخاسرة السورية وأثبتت الخاسرة السورية أنها ليست خاسرة فقط بل هي جسر متين جداً يربط مصالح روسيا وشعوب آسيا الوسطى وأيضاً آسيا ككل بالمتوسط بأوروبا وكذلك بأفريقيا من هنا تأتي يأتي الإصرار الذي تسألت وتفضلت عنه الإصرار الروسي على تدعيم الموقف السوري عسكرياً وسياسياً في المحافظ الدولية ولا سيما في مجلس الأمن إذن هي خدمة مشتركة يقوم بها الصديق اتجاه صديقه وبالمقابل يحقق من خلال هذا الموقف أيضاً مكاسب ذاتية هو يبحث عنها وهو من حقه إذن نستطيع أن نقول بأن سوريا استطاعت أن تحقق ما لم يكن في الحسبان لا الأمريكي ولا كل دول الاستكبار والاستعمار بهذه العلاقة الاستراتيجية القوية التي لا تتحدث عن مصالح آنية وفقط بين وبين روسيا إنما بنت علاقات ربما سيكون عمرها عشرات السنين إن لم نقو المئات السنين وهذا الذي لم تستطع أن تفهمه دول الاستكبار والاستعمار للتدليل على صحة ما تفضلت به عندما رفع السيد الرئيس مبدأ البحار الخمسة تذكري ربط البحار نعم ربط البحار الإعلام الغربي والأوروبي بشكل عام يعني تناول هذا الحدث بشيء من السخرية بمعنى دولة من دول العالم الثالث الرئيس الأسد يحاول يعني أن يظهر بمظهر الدولة العظمى لا في الحقيقة نعم هو طرح من دولة من دول العالم الثالث ولكن لا يطرح هذا الطرح إلا الكبار وترجم الآن رغم يعني انفراد هذا العقد نسبيا بعد ما حصل في تركيا وإلى آخره ولكن الفكرة كفكرة محورية أساسية الآن هي تترجم بشكل فعلي أقله بين طرفين من البحار الخمس بين سوريا وبين روسيا وهذا هو كان عامل المفاجأ بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الأطلسية وهو ما يفسر الدعم لا محدود والدعم لا متناهي من الولايات المتحدة الأمريكية والأطلسي لتركيا مؤخرا حيث صواريخ الباتريوت كان الاتحاد الأوروبي حتى مجرد التفكير بنصب منظومة للصواريخ الباتريوت في تركيا مرفوض وإن كانت هي دولة من دول الأطلسي كحلف أطلسي عسكري تصوري إذن نعم ضخامة الفكرة ترجمت أقله حتى الآن في طرفي من الأطلاف الخمسة فما بالك لو أنه اكتمل هذا العقد وفعلا كان هناك صوصا بوجود دول البريكس وأمريكا اللاتينية طبعا طبعا هي ظهير هي ظهير وظهير ممجدا وغير الكثير من الدول التي ما في شك هي ظهير ممجدا نعم أيضا يعني عندما نتحدث عن جبهة النصرة عندما تدرج هناك رأي يقول بأنه هل إدراج جبهة النصرة على لائحة الإرهاب هي لتخويف جماعات ما يسمى بالجيش الحر من الانضواء تحت لوائها يعني بات واضح مؤخرا بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد لما يسمى الجيش الحر أن ينضوي تحت لواء جبهة النصرة علما أنه جبهة النصرة كانت هي الأقوى على الأرض أقوى مما يسمى الجيش الحر وجماعاته بدليل أن الكثير من هؤلاء في البدايات قد انضووا تحت لواء جبهة النصرة خصوصا بعد إعلانها بانتمائها الأساسي لتظيم القاعدة إذن كانت هي الأقوى على الأرض وبالتالي لأنهم ضعفة انضووا تحت لوائها حتى يستقووا بها على الجيش العربي السوري عندما الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد لهذه الجماعات أن تنضوي تحت جبهة النصرة وتوابعها كانت تريد بذلك ضمان هل هي فعلا كانت تريد بذلك ضمان عدم أخذ سوريا باتجاه أفغانستان أو بالأحرى أفغانت سوريا نتيجة تخوف الولايات المتحدة الأمريكية من القاعدة وبالتالي ليس فقط تخوف الولايات المتحدة بل همس الكيان الغاصب الإسرائيلي في إذن الولايات المتحدة أنه قد ما كانت جبهة النصرة لا يمكن أن نؤمن لها في المنطقة بدليل بأن يعني عضت الأيدي التي أطعمتها مرات عديدة وفي الولايات المتحدة نفسها سيدتي فيما يتعلق بالقاعدة وجبهة النصرة وكل الفئات التي دخلت الأرض السورية بهدف إسقاط النظام بين قوسين بهدف تقسيم سوريا وإنهاء سوريا وإنهاء دورها الحضاري والتريقي والموروث والقادم أيضا ماذا اختلفت التسميات واختلفت التعبير كان هناك مايسترو يقود كل هذه الفرق والعصابات والأحزاب والفئات وإلى آخر وهو المايسترو الأمريكي والمعتمد طبعا على أذرعاته في هذه المنطقة تركية دول الخليج قطرائيل وإلى ما هناك الآن وأن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رسميا بأنها أدرجت جبهة النصرة تحت قائمة المجموعات الإرهابية يعني ربما أن ذلك يعني من رأى به خطوة أمريكية تبع للتفاؤل أنا شخصيا ربما أعارض هذه المقولة نسبيا أولا هي مولود هذه الجبهة النصرة والقاعدة هي مولود للإدارة الأمريكية في المنطقة العربية على الأقل وعندما تمد لها يد العون والمعونة الأمريكية والأطلسية والتركية وإلى ما هناك باسم التأثير الأمريكي على مجريات الأحداث في سوريا إذن سواء أدرجت أم لم تدرج على قائمة الإرهاب هي جزء لا يتجزأ من الأدوات الأمريكية التي تعمل في الأرض السورية ثم أن أحد قادة الإتلاف المقيم في أحد أفخم الفنادق في لندن أول أمس كان على شاشة عربية قال أن الجيش الحر هو جزء لا يتجزأ من جبهة النصرة وعندما سألته المذيعة عن هذه الكلمة بالتأكيد قالت له هل أنت تتحدث عن عواطف أو أمنيات أو رجاء قال لا أنا أتحدث بشكل رسمي نحن وجبهة النصرة نحن كإتلاف وجبهة النصرة والجيش الحر الذين نعمل على الأرض السورية نحن جزء لا يتجزأ من مشروع طب هذا اعترافاتهم هم الآن فيما كان اعترافهم هذا حقيقة يعكس حقيقة أو لا يعكس حقيقة جبهة النصرة سواء اعترفت فيها الولايات المتحدة الأمريكية كجزء لا يتجزأ من أدواتها في المنطقة والآن بعد أن لاحت بوادر الانتصار السوري في الأفق بدأت تتخلص من أحمالها بالضبط كما هو يعني الحيوان الكبير الذي يحمل الكثير من الإثقال ويصل إلى طريق ما يشعر بالتعب بالهوان إلى آخره يبدأ بالتخلص من أحماله خوفا على ماذا؟ خوفا على نفسه من أن يكشف وينكشف تماما ويعرى أمام الآخرين يعني دائما معروف عن السياسة الأمريكية تحديدا بأنهم لا يتدخلون ولكنهم يتورطون تماما بكل ما يفعلونه أو يكون ولكنه تورط المحسوب تورط المحسوب هو ليس تورط صدفة تورط محسوب تماما ومحسوب خط الرجعة بمعنى بلحظة ما بتوقيت ما نستطيع أن نقول نعم نحن براء من هذه الفئة أو تلك الفئة وهذا ما حدث مع النصر كيف يمكن أن يفسر سيدتي؟ إذا انضعف جبهة النصر وقوة الجيش العربي السوري على هذه الجبهة وعلى جميع الجماعات الإرهابية المسلحة هو من جعل الولايات المتحدة الأمريكية تماما أن تجعل منها أن تضعها للائحة الإرهابية هو ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية تبدأ بتفعيل صح التعبير مبدأ الانسحاب إلى الخلف في اللحظة المناسبة ثم هناك بعض آخر موضوع التنسيق وجبة التنسيق مجموعة التنسيق في إسطنبول وإلى آخره وجماعة الدوحة هذه التنسيق نعم هذه العامة للثورة انسحبت من الانتلاف تماما لحظة بدأ الإعلام يتحدث عن تفكك ما الواقع هذا التفكك هو تفكك عضوي بمعنى هو ليس التفكك في مواقف سياسية كلهم متفقون على الخطوط العريضة إسقاف الدولة السورية نعم ولكن التفكك العضوي القائم يعود من أسبابه الهم جدا هو ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية بأن تقول أن جبة النصرة هم جزء لا يتيزأ من قائمة أو من قائمة إرهابة وإلى آخره معروف لكلاشي إياها ولكن في الحقيقة ما زالوا الكل يعزفون بنفس الأدوات الأمريكية ووفق ما وضعه لهم قائد الكوستر الأكبر أوطامة في البلقرات مرأيك بالورطة الذي وقع فيها جون مكين عندما كان في زيارة لتركيا وبالتالي زار بعض الجماعات الإرهابية المسلحة في شمال سوريا وقد كشفت عنه أحد الصحف الأمريكية وقالت بأن الأشخاص الذين كان يقف معهم في الصور التذكارية هم نفسهم من ضمن الأشخاص الذين قاموا بخطف اللبنانيين وبالتالي من يقف مع إرهابيين ويتحور مع إرهابيين بالقانون الأمريكي يعني هو يخضع للمسائلة وللاتهام المباشر وبالتالي أيضا أهالي والذوي الأشخاص المخطوفين اللبنانيين رفعوا دعوة على جون مكين ما رأي بهذه الورطة الذي وقع فيها؟ الواقع هي ورطة وراءها دافع المغامرة أو عامل المغامرة جون مكين إما كان جندي يخدم كأمريكي في فيتنام أيضا أقدم على مجموعة عمليات يعني يندلها الجبين وهي تفوق أي مجزرة من المجازر التي ارتكبت سواء كانت في سوريا سواء في أحد الأوديا بالقريب من سايكون أمر جون مكين قواته في قصف هذا الوادي الذي يعيش فيه ما يزيد عن مليون ومئتين ألف فيتنام تصوري تصوري أي مجزرة في التاريخ أقدم عليها مكين الآن مكين هذا بعد أكفاقي الأول وأكفاقي الثاني في الترشع للرئاسة الأمريكية ربما يحضر الآن لترشيح آخر ولانتخابات جديدة ولمغامرة جديدة ولكن في هذه المرة على حساب الدم السوري وليس الدم الفيتنامي هذه الورطة التي تورطت بها جون مكين أعتقد وأنت تعرفي نظرية الكوبوي الأمريكية يعني بالنسبة له هذه بطولة ولكن بالنسبة للقيم الإنسانية التي لا تؤمن بها الولايات المتحدة الأمريكية أو أقله الإدارات الأمريكية لا تؤمن بهذه القيم أعتقد لا يقف عندها كثيرا جون مكين في هذا الموضوع وحتى ليس القانون الأمريكي بحد ذاته لو أن القانون أمريكي يعاقب على مثل هذه القضايا الإنسانية لكان قد فيه بوش الإبن والأب على سبيل المثال لم يقصروا في حق الشعب العراقي من نفس ما يقوم به مكين الآن ثم هو يريد أن يبحث لنفسه عن موطئ قدم جديد في الأحداث الدراماتيكية في الشرق الأوسط سيجد نفسه كما الكثيرين قبله وكثيرين ربما سيئتون بعده بأنهم يعني تماما ولن ينالوا من التورت حتى وأن كان جزءا صغيرا منها لأن الجيش السوري والشعب السوري أثبت من جديد أنه هو المنتصر والسيادة هي السيادة السورية نعم يعني سأذهب إلى سؤال الأخير يعني بقي لديه حوالي الأربع دقائق وفيه شجون كثيرة ولكن يعني باختصار شديد لاحظنا مؤخرا كيف أن القرضاوي يعني ما زال إلى هذه اللحظة يخرج ويحرد الشعوب الإسلامية للاقتتال فيما بينها بحجة الطائفية وما إلى ذلك يعني السؤال الذي يطرح نفسه هناك من يقول بأنه إذا كنا نخشى على القيم الدينية والأخلاقية من نصة رخيص أو مشهد خلعي فالأجدى بنا أن نبحث في ضعف التمسك بتلك القيم لدى حاملها بمعنى حاجة نحن نلقي اللوم على القرضاوي وتوابعه مهما كان له يعني مهما كان أمع كبيرة لماذا لا نلقي اللوم على أنفسنا لماذا دائما نلوم من يحردنا لماذا لا نلوم أنفسنا أننا لم نربي الأجيال في أوطاننا العربية وبلداننا العربية على التمسك بالقيم الدينية ليست بهذه الطريقة التي يتبعوها المشايخ المتأسلمون في هذه الأيام واقع جوابي على ما تفضلت به كامل في شرحك للسؤال القيم نعم لماذا نحن قصرنا في بناء جيل قادر على أن يحكم على الأمور من أولوياتها أو من ما يفتسب عنها قبل أن تصبح أمراضاً اجتماعية يعني القرضاوي أم غيره من هؤلاء المهرجين أكيد هم يقومون في أداء عمل ممكن إليهم وهم بجدارة استطاعوا ذلك ونعم وهم فتكوا ولكنني لهؤلاء في هذا الإطار على الأقل وحيلهم إلى المطران عطال الله عنه وحيلهم إلى الشيخ صلاح ابو عرفة عندهم الجواب الكافي والوافي الذين هؤلاء يعني هتان قامتان كبيرتان في تاريخنا العربي والفلسطيني يعني يعطي جواب كافي ووافعاً للقرضاوي أو سواء ولكن البعد الذي تفضلت به وهو بعد جد مهم في بناء الذات العربية في بناء الذات الإسلامية طيب إذا كان القرضاوي قادر على أن يبث هذه الكمية الهائلة من السموم في ذهنية المتلقي العربي سواء كان رجل دين أم علماني أم إلى ما هنالك هذا لأنه غير محصن هذا المتلقي هو غير محصن بالأساس لو كان محصصاً في مدرسته لو كان محصناً في بيئته في مجتمعه أكيد يعني اختراعات وفبركات من هذا القبيل لن تمر ربما أن البعض سيسقط في منتصف الطريق كما يقال ولكن الأغلبية على الأقل لديها أو عندها الجواب ولكن لا هذي معي سيدتي يعني الشيطان معروف أنه براء من أخطائنا تماماً صحيح أم لا يعني أمام الله الشيطان بريء من أخطائنا أكيد أكيد ولو أنه يوسوه نحن الشياطين في أخطائنا وليس الشيطان يعني هو المذنب فيه لماذا؟ لأننا لم نحصن أنفسنا عندما نحصن أنفسنا بدءاً من المدرسة أو بدءاً من البيت ثم ننتقل إلى المدرسة والجامعة والجامع والكنيسة وإلى ما هنالك نجد لدينا الأجوبة جاهزة على مثل هذه الفبركات والترهات ولكن للأسف الشريط هذا السؤال القيم جداً وابقع يعني يحيرنا إلى سيكولوجية الإنسان المقرور في هذا الوطن بشكل أو بآخر ويحيرنا أيضاً إلى البرامج البرامج الدولة البرامج الرسمية وكذلك إلى برامج الدينية في الجوامع والبرامج الدينية في الكنائس لأن هذه الذات العربية تحتاج إلى جرعات دائمة ليس قضية إيمان فقط الإيمان بمعنى الصلة القائمة ما بين هذا العبد هذا المخلوق هذا الإنسان وربه بغض النظر عن هوية هذا الرب أو هوية هذا العبد هذا هذه قضية خاصة هي قضية بين يعني متلقي ومعبود اسمحني فقط هنا بنقطة الرب ليس له هوية هو يعني رب لكل الأديان ولكل الأديان السماوية أنا أقصد بالتصنيف المذب أو بالتصنيف الطائفي وشكرك يعني هذه الملاحظة ولكن المشكلة أين؟ المشكلة أننا عندما نؤمن لا نرشل هذا الإيمان وعندما نكفر لا نرشل هذا الكفر لماذا؟ لأن القواسم المشتركة التي يجب أن تجمعنا في حال كنا فعلاً مؤمنين بها وعملنا على أن تكون لنا سلاح في يدنا نكون فعلاً قد حصلنا أنفسنا ولكننا للأسف الشديد نحن لسنا هكذا حتى تاريخي وهذه في الحقيقة رسالة كل الواعين يعني من أبناء العلم والثقافة الحقيقية في جميع أنحاء الوطن العربي من أجل دائماً أن تكون رسالتهم الأساسية هي رسالة الإنسان رسالة إنسانية بكل تأكي يقول أحد العظماء يعني لا يمكن أن نبني أوطان بدون أن نبني إنسان الإنسان هو الوطن في النهاية الوطن يسكن بداخلك وفي داخلي الوطن ليس جيغرافيا وليس حدود فقط بل هو تاريخ وحاضر ومستقبل إضافة إلى قضية التاريخ والجيغرافيا على يد حال نتمنى يعني أن لكل إنسان أن ينضم إنسانيته إلى إنسانية حضرتك وأن نعمل جميعاً من أجل بناء الإنسان شكراً جزيلاً لحضورك معنا الدكتور سمير أبو الصالح وحضرتك أعلامي سوري متخصص في الشؤون الإسرائيلي شكراً لكم ختام هذه الحلقة مشاهدين الأكارم شكراً لكرم المتابعة شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم